أهلا بكم مرة تانية قبل الفاصل كنا نتكلم عن انتشار شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي وحالة من حالات الخوف والزعر انتشرت بين أولياء الأمور لعدم يعني تأكدهم من معلومة دي صح ولا غلط الشائعة دي صح ولا غلط عن مرض التهاب السحقي وانتشاره بين طلاب المدارس وزارة الصحة أصدرت بيان واضح ونفت كل ما تردد من هذه الشائعات وأيضا وزارة التربية والتعليم ولكننا بنقوله لحضراتكم قبل الفاصل اننا لازم نتحرق الدقة في أي معلومة تبقى موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي وللأسف دي قافة مواقع التواصل الاجتماعي احنا ارتضينا اننا نبقى جزء من هذا العالم الافتراضي فلازم كمان نردخ لقوانينه ولازم يبقى عندنا نوع من أنواع الوعي وحنا موجودين في هذا العالم لازم نتحرق دقة في كل ما ينشر عليه من معلومات وأيضا شائعات خلينا نعرف تفاصيل هذا الملف بينضمن على الهاتف دكتور علاء الدين عيد رئيس قطاع التب الوقائي بوزارة الصحة يا دكتور علاء مساء الخير مساء النور يا فاندي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك معنا طبعا يا دكتور حضرتك تابعت الأيام اللي فاتت انتشار هذه الشائعة الخاصة بانتشار مرض الالتهاب السحقي عايزة أعرف من حضرتك يعني تابعت الشائعة دي زي ومن ثم نطمئن المشاهدين تفضل يا بس خليني أخذ من علسان حضرتك شائعة فعلا هي شائعة موردة ليس لها أي أساس من الصحة البداية ورود بلاغ على الخط الساخن 105 لغرفة الوقائية بوزارة الصحة بين فيه تلمسدين مصابين بالتهاب السحقي في محافظة الأسكندري على الفور معالي الأستاذ الدكتورة وزير الصحة والأستاذ الدكتورة هلزائد شكلت فريق من القطاع الوقائي وتوجه إلى الأسكندرية عشان يقف على الحدث بالضبط ويتأكد من الوضع بالضبط تم التوجه الفريق وبالاشتراك مع مدريد الشيون الصحية بالأسكندرية وتوجه أول شيء على الحالات اللي قيل عنها إنها التهاب شحي أول حالة كانت في مستشفى خاص وراحوا الناس ولقوا معمول لها تحليل كاملة ومعمول لها بزل واتضح إنها مش التهاب السحقي الحالة الثانية دخلت مركز من مراكز طب الأسكندرية وورده بادعاء اشتباه التهاب السحقي وتم عمل الإجراءات اللازمة واتضح إن كان عمدها التهاب بالمعدة واتعاملوا معها في خينه وخرجت تحسن وشفاء في نفس اليوم الحالة الثالثة دي اللي توفت في مستشفى الجامعة في الأسكندرية دي رحمة الله عليها دخلت وهي كان عندها توقف عضلة القلب وهبوط حد في الدورة الدموية والتنفسية وحطوها على جهاز تنفس الصناعي وعملوا كل التحاليل عشان يتأكدوا ده سببه والتحاليل أثبتت إن ده مش التهاب السحقي تمام اللي أنا عايزة أوضح لحضرتك إنه إحنا بالطعم ضد التهاب السحقي أربع جرعات بنيدي ولا حضانة ولا ابتدائي ولا إعدادي ولا سنة آآ الطعم كلها بالمجان مش داي برضو ما قيل صحيح مش زي ما شائعة تضمنت إن بيتم التحصيل ألف وثلتمائة جنيه مقابل التطعيم بزرط يا فندم تطعيم كلها بالمجان زي ما حيتك عارفة بزرط الصحة حتى تطعيم الأصفال كلها من عمر يوم سنة ونص وطلبة المدارس كلها بالمجان مش كده وبس يا فندم طمام احنا كمان بنطاقم الفجاج والمعتمرين وبنطاقم المعصريين اللي مسافرين لدول متواطن فيها المرض عشان نحميهم من المرض وهم راجعين ما يدخلوا شيء آآ أمراض آآ كمان مش كده وبس كمان إحنا عندنا إدارات الحجر السحي في جميع المنافذ الجوية والمارية والبحرية في نشرات آآ اسبوعية بتارد لينا من منظمة الصحة العالمية بالدول اللي فيها أمراض وبتم العمل عليها كل الناس القادمين اللي جايين من الدول دي سحيح ده اللي المتعرف عليه أن وزارة الصحة بتقوم بيه دايما لكن خليني أسأل حضرتك فندم هل قدرنا نوصل أو نعرف ايه مصدر الشائعة؟ يعني ايه مصدر الشائعة دي؟ هل معلومة خطأ خرجت مثلا من أحد أولياء الأمور؟ هل ايه مصدرها؟ لا يا حضرتك دي مش دور وزارة الصحة أن أنا عرف مصدر الشائعة أنا دور وزارة الصحة أنه أنا بأأكد أو بأنف متين في هذه الشائعة؟ لا أنا أقصد أنا أقصد يا فندم يعني هل مثلا بالصدفة تم تشخيص خاطئ في أحد الحالات؟ أو هل مثلا أحد أولياء الأمور فهم الموضوع بالخطأ؟ لا 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 بالعكس أنا عجبني جدا تعليق حضرتك شوية لما بتقولي على السوشيال ميديا صحيح وده أنا طبعا بضم صوتي لصوت حضرتك وده أنا بنادي به أنه يبقى فيه محاسبة لأي حد يخش ويتكلم لأنه للأسف فيه ناس بتتعمد أنها تهد اللي بيحصل في مصر النجاحات اللي بتحصل يعني حضرتك أنت مش متخيلة مش هتكلم على نواحي مادية لكن أنا هقولك الطعوم دي إحنا بنجيبها بمتهص ولأنه فيه نقص عالمي على مستوى العالم في الطعوم دي أنا مش عايز أقول لحضرتك أن القيادة السياسية بتتابع الموقف ده وبتطر على أنه يبقى فيه رصيد استراتيجي سحيح لأنه ده أمن قوم أنا متفقة معاك جدا وإحنا الحقيقة يعني عارفين ده وزارة صحة مشكورة قدمت البيان بشكل واضح عشان حقنا لهذه الشائعات لكن أنا بلوم على أولياء الأمور بلوم طبعا على مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي طيب قبل ما نختم مع حضرتك هل فيه إمكانية تدينا معلومات سريعة أو أعراض سريعة الأطفال اللي بيصابوا بالالتهاب السحائي بيعانوا منها كانوا من أنواع التوضيح والطمأنة للمشاهدين الأعراض بيبقى ارتفاع مفاجئة في درجة الحراب أكتر من ثمانية وتلاتين بيقى فيه تسلط فيه الرقبة وفقدان للوعي لكن إحنا يهمنا جدا أنه إحنا يعني الحمد لله ده مش موجود وإن شاء الله مش هيبقى موجود لهم من الأهالي بإذن الله لكن اللي أنا عايز أقوله أن إحنا نهتم في التهوية الجيدة في القصول عدم التكدس نظافة المكان نظافة الشخصية التغذية الجيدة سور بسوايل كتيرة وإن شاء الله ربنا يحفظ مصر وولاد مصر وكل سوء بإذن الله أمين يا دكتور أنا بشكر حذر جدا دكتور علاء الدين عيد رئيس قطاع طب الوقائي بوزارة الصحة يعني عشان اللي ما تابعش يتابع عشان اللي ما سمعش أو ما أراش بيان وزارة الصحة إحنا بنوصل لحضراتكم الرسالة عشان الناس اللي بتاخد الشائعة يعني الموضوع صعب جدا يا جماعة أنا بالصدفة من يومين على مواقع التواصل الكتماعي لقيت يعني أحد الناس اللي بتتابع مواقع التواصل الكتماعي فيه سيدة فيه ولاية أمر كتبة كده عايزين نفعل هاشتاج أن الطلبة ميروحوش المدارس علشان انتشار المرض تخيلوا تخيلوا الموضوع وصل لدرجة إيه هنا بقى لما ييجي مثلا ناس من اللي موجودين عندها وما انهمشوا القدرة الثقافية أو انهم يتابعوا أو يشوفوا حيخافوا على ولايتهم فاش هيودهم مدارس فاحنا بنعمل ألأ وربكة فالحقيقة أنا بشكر رزالة الصحة بشكل مباشر على الرد الصريح أو الرد القاطع والسريع جدا عشان ما نسيبش هذه الشائعات تنتشر كون بقى ان أنا عندي مواطن هنا بيسمع للشائعة وبيصدقها وما بيتحرش الدقة هو هنا لا يلوم إلا نفسه الحقيقة يعني احنا هنا بنتكلم بشكل محايد الدولة عملت اللي عليها وزارة الصحة قالت لحضرتك مفيش الكلام ده اتطمن المرض ده مش موجود وإحنا بنطعم مجانا كون أنا حضرتك بقى مش بتتحرد دقة وبتصدق أي حاجة تسمعه فدي مشكلتك فمن فضل حضرتكم ندخل على مواقع التواصل الاجتماعي نتابع دي حرية شخصية لكن نصدق ونتهم اتهمات غير موجودة على أرض الواقع لا دي مش حرية شخصية هنا احنا بنعمل بلبلة وقلق للرأي العام وده مش مطلوب ومش مفروض ان هو يحصل طيب الاسبوع ده قامت تجمعية مجاهدي سيناء بتكريم محافظة شمال وجنوب سيناء السابقين والحاليين كمان خلينا نتابع هذا التقرير وارجع لحضرتكم مرة تانية في الذكرى السادسة والاربعين لانتصارات اكتوبر ومع احتفال المصريين بهذا الانتصار كان لجمعية مجاهدي سيناء احتفالا بشكل اخر يكرمون فيه المحافظين الحاليين والسابقين لمحافظتي شمال وجنوب سيناء بالاضافة الى تكريم المجاهدين من اهل سيناء هو لمس الوفاء لان المحافظين القدامى السابقين والحاليين المحافظين السابقين هم اعطوا لسيناء بعد عودة سيناء اللحظان لهم مصر عطان سخيا سيناء حينما عودت كانت ارض لا توجد الا على الخرائط بدأ السيناء تتدرج سنة بعد سنة ومن محافظة للمحافظة ان صبحنا الان عندنا الجامعات جامعات سيناء وجامعات دكتور حاسر راتب وعندنا حقيقة مال كثير جدا هذا كله بيرجع على فضل الله سبحانه وتعالى ولهؤلاء الابطال اللي بنكرموا النهاردة هم جزاء الوفاء اللي الوفاء هم اعطوا عطاء سخيا حينما كانوا في القوة المسلحة وايضا حين تولى المحافظين اعطوا عطاء سخيا كان يوم جميل جدا جدا ولمسة وفاء من جامعية مجاهدي سيناء اللي عملتها خاصة في شهر الانتصار الانتصارات وشهر الاعياد اللي هو شهر اكتوبر لمسة تمثلت فيه ان احنا لطقينا مع مجاهدي سيناء واستادة المحافظين السابقين والحاليين ودي فعلا يعني الزكرة جميلة وكانت مفاجأة بالنسبة لي وسعيد لما شفت الناس كلها وتعيشت معهم وتواجدت معهم كلها للتلات ساعات اللي احنا موجودين فيهم فيه تلاحم قوي جدا وكبير جدا بين شعب جنوب سيناء وبين الهيئات التنفيذية سواء التنفيذية بالمحافظ بشمال سيناء او جنوب سيناء لمسة الوفاء اللي من ابناء القبائل المصرية لعظماء القوات المسلحة من المحافظين لانهما كانوا في حرب تلاتة وسبعين وحرب الاستنزاف فاستحق اليوم هؤلاء العظماء التكريم من ابناء القبائل وايضا ابناء القبائل استحق المجاهدين استحقوا التكريم من جميع الشعب المصري لم تنسى جمعية مجاهد سيناء الدور الوطني للفريق اول يوسف صبري ابو طالب فدعت اسرته وقاموا بتكريمه تخليدا لذكراه ولأعماله الجليلة افتكر الاعمال اللي كان جدوا عملها وحب اشكرهم برضو انه هما خلوني ان انا دايما على طول بفتخر بانه انا كان لها عيلتي لها دور في تاريخ البلد دي وانهما بنوا تاريخ للبلد دي فانا حب اشكرهم هما والقوائة المصلحة على يوم زايدة تكريم ساتة الفريق اول يوسف صبري ابو طالب كونه محافظ لشمال سيناء هو تكريم من جمعية المجاهدين ولمسة وفاء من جمعية المجاهدين لكل ابناء القوات المسلحة فريق يوسف صبر ابو طالب عمل منصب محافظا لشمال سيناء ثم وزيرا للدفاع فتحية عطرة الى كل رجال القوات المسلحة اللي حربه في 73 احتفالية ترسخ اكثر من معنى ما بين الوفاء لمجاهدي سيناء وما بين تكريم الرموز الوطنية التي عملت على ارض الفيروز والتي تعكس حجم الانتزاج بين شعب سيناء وبين القيادات التنفيذية الوطنية على ارض سيناء عبد الرحمن داود صوت الناس قناة المحور بشكر طبعا زبالنا عبد الرحمن داود على هذا التقرير يعني للأسف احنا وقتنا خلص ما حضراتكم النهاردة بدأنا معاكم بتخريج اول دفعة من كلية طب القوات المسلحة الحقيقة كلنا كنا فرحانين واحنا بنتابع هذا الحدث ونتمنى طبعا لهذه الدفعة كل التوفيق وايضا للدفعات القادمة وبشكر حضراتكم طبعا النهاردة وختمنا معاكم بهذه الشائعة ويمكن حضراتكم بتلاحظوا ان احنا في البرنامج دايما في كل حلقة بنحرص على ان لو فيه اي شائعة او فيه اي قيل وقال مفار عن اي ملف او اي موضوع بنحاول اننا نتحرد دقة ونجيب مصدر متخصص يدي حضراتكم يعني الاجابة الواضحة علشان الناس اللي مش بتتابع مش بتتابع بشكركم شكرا جزيلا بكرة صوت الناس مكامل مع حضراتكم مع زميلي احمد الشاعر بشكركم مشوفكم على الف خير الى اللقاء اشتركوا في القناة